وتشكل العلاقات السياسية بين مصر والأردن محوراً مهماً في تحديد تجاه المنطقة لسيماً القضية الفلسطينية التي تطلع بها دولتان بإسهامات كبيرة في طريق التواصل لحل القضية على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين قمم عربية متتالية في كل عام تنتقل من عاصمة لأخرى والدور الآن على العاصمة الأردنية عمّاً الأردن البلد المضيف للقمة العربية الثامنة والعشرين يستبق أعملها لقاء مهم بين الملك الأردني عبدالله الثاني ويعد توفق الرؤى بين مصر والأردن ركيزة ثابتة في العلاقات الثنائية بين البلدين زاد أثرها في الأعوام القليلة الماضية ومنذ بدء تولي الرئيس السيسي لمقاليد الأمور في يونيو عام 2014 بلغ إجمال يوزيارات العاهل الأردني للقاهرة خمسة مرات تنطلق القمة العربية الثامنة والعشرون في وقت حيوي تمر به المنطقة وتترأس أجندتها القضية الفلسطينية فيما يخص الأزمة السورية ترتكز الرؤى المصرية الأردنية لإنهاء الصراع العسكري وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة الشعب السوري مجابهة الإرهاب لم تغب عن التعاون بين القاهرة وعمان سواء على المستوى الأمني والاستخباراتي أو من خلال المشاركة في التحالفات العسكرية فهل يحدث لقاء السيسي وعبد الله المسبق جديدا في القمة العربية لهذا العام؟